موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طوان كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لا احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقى عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا الدول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص اي تطوع وي السفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة عن طريقاتنا وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف اه وكانت عملية التقديم ولبول من خلالنا وتم اعلان الفيزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جهة كتير التقديم ولبول فيها حصريا عن طريق قناتنا اه بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك احياة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة واحب انوه كمان جماعة روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بي المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوه موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة هي فرصة تدريب ممولة بالكامل تمام كده الدولة المنحة اللي هتكون فيها فرصة التدريب دي هي اليابان هتكون في مدينة توكيو اسم المنحة طيب اسم المنحة والجهة المنحة هي بيرمز لها بالاختصار ده تمام وده اسم المؤسسة المنحة اه وهي طبعا عبارة عن شركة ومؤسسة يعني مهتمة اه بمجالات كتيرة جدا زي ما هنتكلم اه بعد شوية وتعتبر من يعني من المؤسسات العريقة الموجودة في اليابان اه الدولة او الدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي من غير وجود اي مشكلة خطس طيب بالنسبة لمدة التدريب في هذه الفرصة انت هتاخد قد ايه التدريب التدريب في الفرصة دي هيكون لمدة ست اسابيع تمام كده يعني حوالي شهر ونص هتاخدهم تدريب في اليابان وبالنسبة لموعد التدريب تحديدا بيقولك ان بعد القبول هيكون فيه اتفاق بينك وبين الجهة المناحة على موعد بدء التدريب حيث ان لديهم عدة مواعيد للتدريب خلال العام يعني ايه الكلام ده يعني هم شغالين على مدار السنة لهم زي كده آآ ليهم مواعيد محددة يعني مثلا عندهم اربع مرات في السنة بيعملوا التدريب تمام كده فانت بعد لما تقدم لو تم قبولك هم هتوصلوا معاك ويدوك تختار منه المواعيد المناسبة لك فدي الفكرة امتى هتبدأ التدريب تمام كده عشان محدش ايجي سأل امتى التدريب لا هو يدوك مجموعة مواعيد زي ما هم ذكروا على الموقع الرسمي اللي هنشوفه بعد شوية طيب بالنسبة بقى للتمويل تعالى كده تمويل صراحة ممتاز جدا اول حاجة ان المؤسسة دي هتوفر لك تذاكر الطيران مجانا ذهبوا عودة من بلدك الى اليابان انت مش هتدفع اي حاجة خالص بالنسبة للتذاكر الطيران هتكون على حساب المنح تعالى كمان للشيء التاني اللي مش منح كتير بتوفره ولكن هزي الفرصة او المنحة بتوفره مساعدة في فيزة الصفر الياباني او التأشيرة طبعا التأشيرة بتكون من الامور المعقدة شوية اللي يعني بتجعل الصفر صعب على بعض الناس ولكن هنا المنحة هتساعدك في تكاليف الفيزة وهي كمان اللي هتأمن لك يعني الحصول على الفيزة او لتأشيرة الدخول اليابان بسهولة من غير اي اه تعقيدات تمام كده او حسابات بنكية وما الى زلك طيب كمان المنحة دي هتوفر لك راتب شهري للسكن والطعام في راتب شهري هيكون ليك عشان تقدر انك تسكن وتكاليف الطعام بتاعتك واي تكاليف اضافية هتكون من الخلال المرتب اللي هيتم اه يعني تحديده ليك وهيتم اه ارساله ليك كل شهر من قبل المنحة كمان بالنسبة للتأمين الطبي هيكون في تأمين طبي يعني لقدر الله حدث لك مرض او حادث تكاليف العلاج هتكون على حساب المنحة كمان هيكون فيه شهادة بعد التدريب هتاخد شهادة اتمام التدريب وطبعا دي حاجة في حد ذاتها ممتازة جدا انك هتدربت في دولة اليابان اه وكمان هتاخد شهادة بتثبت هذا التدريب دي بتفتح لك اه افق كتيرة جدا يعني تمام كده كمان بقى بنسبة للحاجة الجميلة جدا ان ممكن المساعدة في فرصة عمل مع الشركة المنحة في اليابان بعد انهاء التدريب على فكرة المنحة دي كتبت على موقعهم الرسمي انها متحمسة لاستقبال الاشخاص او قبول الاشخاص اللي عندها النية انها تشتغل في اليابان بعد التدريب يعني بعد لما تاخد التدريب لو لقوك شخص ممتاز هيعرضوا عليك فرصة للعمل معهم تمام كده فدي حاجة ممتازة جدا انت يعني بداية الخطوة تكون تدريب وممكن تنتهي معاك بفرصة عمل فشيء جميل اه بالاضافة كمان هم قالوا على موقعهم الرسمي هيتم يعطاك هاتف مزود بالانترونت هيكون معاك تليفون آآ هيتم اعطاكه ليك خلال فترة التدريب عشان تقدر تتواصل مع الاشخاص وتقدر تتواصل مع العالم الخارج يعني تمام كده طيب هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصى العمر المنحة دي مش مطلوب فيها حد اقصى عمر خالص سواء يعني سواء انت سنك كبير سنك صغير آآ بتقدر تقدم الفرصة دي مفيش اي مشكلة خالص كمان المنحة دي لا تحتاج شارة لغة انجليزية عند التقديم فيه منح بتقول لك محتاجين شارة في شارة لغة انجليزية عشان تقدم للمنحة من حد دي مش طالبة منك اي شارة لغة انجليزية خالص تمام كده ولا حتى طالبة منك معرفة باللغة اليابانية بس طبعا لازم يكون معاك محصلة من اللغة الانجليزية يعني تكون بتعرف شوية انجليزي عشان لما تروح هناك اثناء التدريب تعرف يعني تتواصل معه تمام كده طيب بالنسبة ليه مجالات التدريب التدريب ده هيكون مخصص ليه بيقولك التدريب ده مرتبط بتخصصات هندسة وعلوم الكمبيوتر فقط يعني ايه يعني التخصصات المرتبطة بالهندسة وعلوم الكومبيوتر والبرمجة والاشياء دي كلها هتكون في هذا التدريب لان الشركة دي هي هي دي شركة خاصة بالتكنولوجيا وعلوم الكومبيوتر والبرمجة فالاشخاص اللي مرتبطين بهزى المجال او بهزي المجالات يقدروا يقدموا في الفرصة دي تمام كده طيب بالنسبة لشروط التقديم في المنحة شروط التقديم في المنحة وركز معي في الجزية دي اول حاجة حضرتك اه متاح التقديم فقط لطلاب السنة الثالثة على الاقل من طلاب البكالوريوس يعني ايه يعني لو انت دلوقتي في المرحلة الجامعية الليسنس او البكالوريوس وانت في السنة التالتة دلوقتي خلاص يعني انت في السنة التالتة على الاقل تقدر تقدم في الفرصة دي انما انت في السنة اولى او في السنة التانية متقدرش يتقدم في الفرصة دي. تمام كده? او تكون اتخركت. يعني انت خلاص خريج من البكالوريوس او الماجستيريا او الدكتورا. يعني بمعنى صح انها متاحة للجميع. اه ولكن للطلاب اللي بيدرسوا حاليا في مرحلة البكالوريوس لازم يكونوا على الاقل في السنة التالتة. فوق السنة التالتة من مرحلة البكالوريوس تقدر تقدم عادي ما فيش اي مشكلة خلص. تمام كده? طيب بالنسبة للاوراية المطلوبة للتقديم. عندنا الاوراية المطلوبة للتقديم سهلة جدا. السي في بتاعك. السيرة الزاتية بتاعتك. وخطاب التقطيع اللي هو الكافر لاتر. تمام? لازم تجهز دول. آآ يعني تبعتهم للمنح. زي ما هنشوف ازاي ممكن نقدم في المنحة دي بعد شوية. اخر موعد للتقديم في الفرصة دي. ايه هو اخر ما عادش ان تقدم? يقولك ان التقديم متاح طوالي العام. حيث ان المنحة تقوم بعمل دورات بشكل مستمر على مدار العام. زي ما قلنا من شوية ان المنحة دي بتعمل دورات. آآ زي زي تايم تابل كده على مدار السنة. آآ مفتوح فيه التدريب. فبالتالي انت تقدر تقدم في اي وقت وهم هشوفوا الطلب بتاعك. ولو قبلوك آآ هيعرضوا عليك امتى انت ممكن تبدأ معهم. يعني هيتم التنصيق بينك وبينهم امتى ممكن تبدأ. التدريب ده. وهنا عندنا ملاحظة اللي احنا كالقناة منح من كل الالوان بنتها حمالية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو حابب اللي احنا نقدم لك فيها زي الفرصة ونساعدك في تجهيز الاشياء المطلوبة فيها. ان شاء الله يعني نستطيع زالك وعمل زالك ليك بشكل احترافي. وهتلاقي رابط استمرت التواصل مع التقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. او لو انت حابب تقدم بنفسك فيها زي الفرصة. ما فيش مشكلة يمكنك اتباع شرح الفيديو والتقديم بنفسك. وهنا عندنا الاعلان الرسمي اللي منحة اللي فيه كل التفاصيل. تعال كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي. اللي هو بتاع المؤسسة او الجهة المانحة. فهتلاقي هيظر معاك بالشكل ده. اسم الشركة هو المؤسسة. آآ ده يعني التفاصيل بتاعة دي. وبيقول لك هنوفر لك ايه هنا? هنا الاشياء اللي هم هيوفروها. الاشياء المطلوبة في الشخص اللازم المتقدم. تمام كده? ده هنا اللي هم بيعرضوه على مدار السنة في الفين واحد وعشرين. ده يعني ممكن تنضم من من امتى لامتى? تنسخ معاهم. آآ وهما هيقول لك ايه الموعيد المتاحة? وانت تختار المعادة لبدء التدريب ازا تم كبولها. تمام كده? ده الموقع الرسمي هتلاقي فيه كل التفاصيل. طيب خلينا دلوقتي نشوف ازاي ممكن نقدم في المنحة دي. فحضرتك هتلاقي لينك التقديم هنا تروح على كلمة قدم الان دي وتضغط عليها. هيفتح معاك لينك التقديم او التقديم. تمام كده? طيب التقديم هيكون ازاي? هيكون كده. مطلوب من حضرتك انك تعمل الاول ايميل. تمام? وتختار الدولة بتاعتك. وتضغط على المربع ده. تمام كده? وتختار انت سمعت على المنحة ازاي? وبعد كده بتعمل كلمة دي بتضغط عليها. لما بتضغط كلمة الاميل اللي انت كتبتو هنا بتوصلك رسالة على ايميلك. تمام كده? الرسالة دي بيكون فيها لينك زي الرسالة اللي وصلتني هنا. فيكون فيها لينك. انت بتضغط على لينك ده لان ده اللينك الخاص بك انت دلوقتي بتاع بتاع بتاعك. تمام كده? ده اللينك بتاعك انت. طيب. اه بتضغط على اللينك ده. وبتبدأ انت هنا بقى بتشوف المحتوى اللي انت المفروض تملاق. طيب. ايه المحتوى وايه الشكل الغريب ده? تعالي كده نبص عتلاقي عندك اول حاجة مطلوب منك كزا مشان. كزا مهمة. انت عندك تلات مهمات في هنا او تلات اه نقول مسلا اه تلات اسئلة انت محتاج انك تجاوب على كل واحد فيه. تمام كده? اول حاجة انت محتاج تقرأ هذا السؤال. تمام? وتشوف ايه الاشياء المرتبطة اه بهذا السؤال. وهنا خاصة بالناس اللي مرتبطة بمجالات علوم الكمبيوتر والبرمجة. ومحتاج انك تشوف السؤال ده بيتكلم عن ايه? وتجاوب على السؤال ده من هنا. تخش على الموقع ده وتحط اجابة السؤال اللي هو دي في الموقع هنا. هتلاقي عندك تشوف برضو السؤال ده بيتكلم عن ايه? الناس اللي فاهمها في البرمجة كويس. تمام كده? وتجاوب على السؤال من خلال انك تضع الاجابات في هذا اللينك. والميشن سري اللي هو الجزء التالت. تشوف برضو هنا بيتكلم عن ايه? وبرضو هتحط الاجابات بتاعتك في الاشياء المصروحة هنا. تمام كده? وبيقول لك في الاخر بعد لما تجاوب على الاسئلة خلاص انت كده خلصت التحدي المطلوب منك. بعد لما تجاوب على الاسئلة خلاص جوابت على الاسئلة هيوصلك ايميل من منحة. فيه لنك. اللينك ده عشان انت ترفع عليه او تعمل لو تفتكره ان هنا مطلوبين. طيب. انت لما تجاوب على اسئلة دي. امتة هتحط? بعد لما تجاوب عليهم يوصلك لنك من المنح على ايميلك. هتحط عليه والمنحة بعد كده تبدأ تراجع الطلب بتاعك مع الاشياء اللي انت جاوبت عليها. ولو تم قبولك هتوصلك رسالة على الايميل فيها النتيجة بتاعة المنحة هل تم قبولك ام لا. ده كل الموضوع في عملية التقديم للمنحة. يعني حاجة بسيطة جدا. تمام كده? هي صراحة فرصة ممتازة جدا. يعني انت مش هتلاقي فرصة موالة بالشكل ده اه الا نادرا يعني. فيها تذكر طيران الفيزا السكن الشهادة بعد التدريب تأمين الطبي كمان مساعدة في العمل مع الشركة اه بعد التدريب اه وتاخد هاتف مزاود بالانترنت خلال فترة التدريب. يعني حاجة ممتازة جدا. فلو حابين تقدمو لها ريت وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق وليبون لكم في هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.